لما بسمع ناس تقعد تقول لك ايه? انفخ يا سيسي. اه مش عارف اضرب يا سيسي. من صفنا. اه بستغرب. بستغرب يعني. ومش باقتنع ان هم ايجين الكلام ده من اه عن اقتناع يعني. هو الفكرة كلها ان هو عاوز يشيل من من على ظهره حمل كبير. وعاوز يبين كأنه هو يعني فارق عن الناس. انا اسف محدش يزعل مني. فارق عن الناس اللي هي بتستحمل غزبنا عنها. لا هو راضي على اللي بيحصل عشان كده هو ما تدخلش. ما يصحش ما ينفعش. اولا احنا المسلا على مشكلة العيش مسلا. او مشكلة النيل او مشكلة اي مشكلة من اللي بتحصل. اه لا تصيب السيسوية فقط. بتصيب الجميع. بتصيب السوية وغير السوية. وغير صحيح. ان اللي نزله في جميع الثورات والاعتصامات كانوا من الطبقة الغنية. مش صحيح. وده لو انت لو بتقولوه يبقى انتوا كده بتضرونا وبتضرو قضيتكم من حيث لا تدروا. انت من غير ما تخبر بالك انت بتضرو القضية. لان اغلبية الشعب المصري تحت خط الفقر. يعني يعني شعب مصري فعلا مش مش فقير لأ. تقريبا اكتر من نص اصبح لأتي تحت خط الفقر بالمقييس العالمية. مش بالمقييس المصري. فانت معنا كده. طب لو دخلت عليهم الفقرة او الطبقة المتوسطة او يعني الناس اللي هي كل واحد هينضر ميء من مسلا زيادة الكهرباء زيادة العيش زيادة. دول معظم. المصريين. فلو كانوا معظم المصريين اساسا زي ما انت بتقول. طبروا للظلم ورأسوا على الظلم وكده. يبقى السيسي ما عملش انقلابي. والسيسي عمل ثورة فعلا واستجاب فيها لقرابة الشعب. وده ما حصلش. وده ما حصلش. والسيسي لو كان قادر يعمل حاجة كان عمل اه انتخبات. والسيسي لما طلب الناس انتخبه ما محدش نزله. فجمدها يوم محدش نزله. فمدها يوم تالت محدش نزله. احنا عايشين الكلام ده يا جماعة. احنا عايشين. فاحنا حاسين بالعجز. ما تحاولش تنفس عن عجزك. بان انت تبين ان انت مش فارق معاك. وان فخ يا سيسي واعمل يا سيسي. ما انت برضو يعني يعني. انا بس عم من اللي بقول كده وهو عايش برا. زي حالاتي. ما بيالك بقى اللي عايش جوه. ما بيالك من اللي عايش جوه. انا عم براه مأزي. متأزي والله. متأزي من اللي بيحصل. فما ينفعش. يبقى احنا ايه نحاول نكون ايجابيين. ولا يدخل اليأس قلوبنا. ده نوع من انواع اليأس. انت بتحاول تقنع نفسك ان انت ايه اه والله يلا بقى تستهلم انتو لرقصتو. انت بتبيني من رقص. احنا لما كنا في ربعة. كنا في النهضة. وكنا في التحرير والله انا حتى في التحرير. بس في الربعة والنهضة كانت واضحة جدا جدا. كان قوام اللي موجودين الناس غلابة. ناس اكيد هيتأثروا بلقمة العيش اه بغلو والغيف وبالكهربا وارتفاع الكهربا وبسهر المية. فانت بت بت احنا احنا عايشين هناك يا جماعة. في التحرير كان فيه وفيه. بس كان فيه ناس برضو كتير قوي من الطبقة تحت المتوسطة. في التحرير. اللي بس كان فيه ناس ظاهرة كتير كانوا مش محتاجين فعلا. فاحنا مش عاوزين يا جماعة ايه يعني نضل الطريقة. بامانة. فماشي احنا مش ادري. بدل ما انا اقول مش ادري لو نقع بره ممكن اجي ايه لك يلا مش انتوا اللي رأستوا وكده وقعدوا هيا اسواء عمل فيها. لأ. احنا لازم نكون ايجابيين ونشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. هنعمل ايه في المصيبة دي. الصورة. طب ما انت لما بتقول من غير ما تقصد. والله ده شعب يستاهل انت كده بتضرب في فكرة الصورة. بتضربها? خلاص هو مين هيبتدي ويساعدنا غير الناس اللي زي حضراتكم? انا كنت بكلم مع حبيبي تامر جمال الجكر. ف--"بنتكلم طبعاً على ان مفيش حل غير صورة. واحنا بنتكلم بندعو الثورة سلمية. آآ مهما حاولوا يلصقوا بيه تهم الارهاب وتهم الراجل بيتكلم على سلمية. لكن السلمية بتاعتهم دي مش سلمية. السلمية بتاعتهم اللي هم بيتكلموا عليها دي انت حار. لا سلمية تضمن ان انت آآ تدفع نفسك. السلمية يعني ايه? يعني انا مش نازل اخرب. مش نازل اقتل. مش نازل اعور. دي حاجتي. لكن هشوف حلول. ان هيكون فيه رد فعلي لو انت اعتديت على سيدك. سيدك اللي هو مين? اللي هو الشعب. مش ابن الرقاصة اللي هو اضابط دخل عشان آآ ابوه تجيب مخططة ودفع فلوس وعمل كده. او هو ابوه راجل كويس. بس هو بقى منحط وسافل وعنده استعداد ان يقتل اهل. لأ. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فعدنا نعد ايه المشاكل اللي عندنا او الحواقق اللي احنا لازم نتغلب عليها. يعني. لان مهما اختلفت السبل انا بدحك ساعات لها موحد يقول لي ايه? مصطف ورا الجوكر. مصطف ورا مش عارب. مفيش حاجة عام اسمها كده. يعني يعني. مش مطلوب كده. هو مطلوب بقى فيه نوافق منافس كتير وطرق كتير وفي الاخر خالص نتوحد. الجوكر لوحده مش ثورة. الجوكر مش ثورة. لكن الجوكر جزء اساسي ضروري لاي ثورة. سواء بقى تامر او فكرة الجوكر دي هي جزء مكمل لاي ثورة. آآ حتى الدعوات بتاعت الثورات اللي انا بانتقدها دلوقتي هتكون مفيدة جدا جدا لو عملنا الضمان نزول قدر من الناس وتوازن التهديد. وانه تقدر بقى تنفس حاجات من اللي انا معترض عليه دلوقتي لان دلوقتي ما تنفعش. لكن كل حاجة فيه ناس مثلا اللي هي الناس كانت بتكلم على الثورة الصامتة بتاعت اشغال الطريق العام واشغال الشوارع واشغال فانا بقول دلوقتي مش مناسبة خالص خالص يعني لان هذا النظام هفرح هفرح انبسط هيجي رفضل خمسمئة الف واحد. هفضل خمسمئة الف واحد كل يوم. آآ هيبارك تخرب ما هو جاي يخربها واشغال. لكن في وقت ملاقات لو الناس نزلت الشارع وفي ناس مش قادرة تنزل الشارع. ولو نزلوا في وقتها هيبقى مفيد. انا ضد العسلال المدني اللوقتي تماما. ملوش اي لازمة خالص. لكن في وقت ملاقات لو انت مسكت الشارع. ومسكت كل حاجة هو هيحتاج بقى سعد. فانا بقول لك كل حاجة لها جزء. الجوكر ده اللي هو الطاقة الفاعلة لاي صورة او اللي هو الشعلة الكابرية لكن هو مش الصورة. الصورة الجوكر بيطلب ناس عندهم قدرات خاصة. احنا بنتكلمة على صورة شعبية ممكن واحد عنده تسعين سنة يشارك فيها يشارك فيها بكلمة. يشارك فيها بصوت يشارك فيها. تفاهم ازاي? الستات ممكن تشارك فيها. تشارك فيها. ممكن تقف تحاوط المكان. لكن مش هتشتغل هتشارك مع جوكر. اه بس يعني ايه? عاوزين ما يبقاش الموضوع اسماك. احنا ان شاء الله بازن الله كل من هو مقتنع بفكرة الثورة بنتكلم معي. طبعا زي ما اقولت لكم كتير. اه حاكم دار اللي هو الرائد محمد صلاح طبعا ده يعني برضو على طول احنا بتكلم معه ده ما ناخد رأيه لانه هو في يعني اتمرمت اتعجن في الشرطة في الريف كمان. واحنا مش بنتكلم على قرى بس. بنتكلم على قرية. بنتكلم على خرى وعواصم الاماكن الشعبية. الاماكن عندنا في مصر يقول لك عشرات. ان لم يكن مئات يعني احياء شعبية احياء شعبية احياء شعبية احياء شعبية. لو دي قامت لكن ايه اللي بيحصل يقول لك مشكلة مسلا قتل واحد في الطلبية. يجوا مباحثين كل الشرطة اللي في الطلبية مسلا عشان يضربوا امن مركز. فالنسبة يمشي. بعد بقى اسبوعين ثلاثة يقتلوا واحد في بولاء ابو العالم. يجوا مباحثين. لكن عمر ما قامت ما وقفت الناس دي تطالب بحقوقها كمواطنين. كمواطنين. يا كلاب ما تبنيش قص لسيدك يا كلب. يا اقل من الكلب ما تبنيش قص لسيدك والزوجة تسيدك. آآ وتعلي على الناس اللي غير في العيش. ما تقولش للناس قص السجاير آآ غالي اغلى او احنا اللي مغاليني السجاير يا رح امك. طب ما احنا مخلصناش كده. ما انت ممكن تغلي السجاير. تقعد كل شيء تغلي السجاير فتغلي معه العيش. ايه علاقة السجاير بالعيش? ايه علاقة السجاير بالعيش? يا ممحط. هو احنا اللي غالينا السجاير. هو الناس لقى لا يا تاكل اصلا عشان تشعب سجاير. فالليح نتكلم عليه دلوقتي اللي هو صورة. كل بقى ما يهدم الصورة فكر قبل ما تقول. فكر قبل ما تقول. احنا لما كنت بتكلم انا وتامر عشان بس معه. ما اعتقلش من حضراتكم قولنا ان 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 اكتر حاجة محتاجينها حاليا انتشار. النشر. هلنشر افكارنا ازاي? حتى تامر اللي هو اقدم واحد اشتغل في الموضوع ده لما كان اسمه عطوى كانانة. واللي بيقدم محتوى بصراحة يعني ما بزول فيه مجهود كبير جدا جدا وكده برضو عند مشكلة الانتشار. حتى لما يعني هيوصل لنص مليون? لا احنا عاوزين اكتر. ستونية الف? عاوزين اكتر. فده دوركم بقى. دور حضرات. حناك تدر تعمل ايه? حناك تدر تعمل ايه حاليا دلوقتي غير ان انت تقول ان الشعب ده لا. قلنا كتير يا جماعة فكرة هنبتيد نزل فكرة الثورة مكتوبة. وهبتيد نزلها في فيديوهات تاني عشان لا ما اسمعش. والفيديو ده صغير. تنشره انتو. انا مش عارف انشره. انا النهاردة والله لسه جاي اللي على على اليوتيوب. ممكن ابقى نزله لكم. ده ده على طول. انا فجأة مسلا ايه? بص لا ايه? مفيش حد بيشوف خالص. مفيش حد ما بيوصلش لحد. ريبرتات يوميا بالالاف. بالالاف. ولما اجي اتكلم على الصورة خلاص الصفحة بتضلم. القناة بتضلم. الفيسبوك بيضلم. كل الحاجة بتضلم. فانتو بقى. انتو بقى حضراتكم فهتنشره ازاي? لا مش تنشره ان انت تنشره على اليوتيوب او على الفيسبوك. لا انت هتنشره ان انت بكزا حاجة. اولا فردي. اكيد كل واحد فينا ليه ناس يعرفها ياسق فيها مش يبلغوا عنه بعيدة عن الصورة يقول له اسمع دي. سجلها من عندي وروح ورها له. اه افتع له وبعتها له في البتاعة كده. ده نمر واحد. دي دورك واحد يقول له انا دور يعمل ايه دورك? انت كده انت انت فكرة الصورة دي. هتوصل على كم واحد. لما هقول لك فكرة صورة. بعد ما نتنقش عليه ونتفق وننزلها الاول ونعمل. وانا حتى لسه طالب اه من تامر اطيره يا تامر يعني شوف انت عاوز ايه او اللي انت شايف او رؤيتك ايه او الكلام ده كله. لانه هو مركز في حتة تامر مركز في حتة يعني اللي هي بتاعة الجوكر وهي حتة مهمة جدا بس احنا ما تكلم معا صورة شعبية. يكون جزء منها طبعا في الجزء الفاعل منها طبعا اللي هو الجوكر. فدي نقطة ان انت بتومشهر معانا طب هنعمل ايه? هنعمل ايه? ما كدش بتعمل كده وحتى كمان منعنا ان هي تفتحبقها دلوقتي حاليا. فدي نقطة. النقطة التانية ان انت الناس اللي اكثر آآ يعني فاعلية شوية. في القرى في الحاجات دي يبتدوا يحددولنا الاهداف. وانا هعرف ان مركز متغمر بالقرى بتاعته. ايه الحتة اللي ممكن نعتبرها اهداف لنا? الاهداف للحاطة للحماية. المقصود تأمين. نزول الناس نزول ايجابي في الشارع. ستقف امامه الشرطة عاجزة. ولو عمل الخبر اللي في دماغه. نواز يعمل قوات اضافية ومش هالي فيه كده. يبقى خدمة خدمة العمر وسلح الشعب. اه فا من الحاجات التانية ان انت تبتدي تحدد. وتبتدي تتكلم معانا وتبتدي يعني محتاجين فعلا اه ادارة قوية جدا مش واحد او اتنين وهو تبقى كلهم برا مصر. وايه الطرق الامنة اللي انت تبعت لي وما حدش تبعى عارف ان ما فيش حد يبعت باسم. ما فيش حد يبعت بصورة. ما فيش حد يبعت باي معلومات. انت بتبعت يا رب حتى ما تتكلمش على قريتك. او على مركزك. تتكلم على مركز تاني. يقول لك فيه واحد صاحبك. وهو الكلم على مركز يعني تبعده. كل البعد عن هذا الموضوع. لان هو الموضوع بالنسبة لهم اه واحد واحد سواتنين. انت هتنزل الشعب هينزل. هيبقوا ارانب. لو الشعب نزل بايجابية. وبانتشار. بيوتهم قدامنا. احنا خايفين عليهم انتم مصريين. ولادكم ابرياء مصريين. بس انا كمان برضو مصري. ولادي ابرياء مصريين. فليه نتخلينا يعني يعني ليه تبقى منحطة كده? ليه تتخيل ان انا بيتي مباح ليك? طب ما انا محترمك? وانت ليك بيت? يا هتسيب بيتك واهلك وامراتك وتيجي تضربني? يا هتبقى محترم? وهتوضع في بيتك. لما هتيجي تتكلم على كلمة ثورة. تبقى في كل الميادين في ناس بيقول للتي عايزين ندعو الى. ان الناس ما يودوش ولادهم المجندين. طبعا الموضوع خالص بس ازاي في وسط هذا الرعب? لكن اللي بقى في ثورة. هو ايه اللي حصل في ايران? حصل في ايران. اما الثورة بقيت شعبية. الناس كنت لها مش مش رجعوا. لا راحوا بسلحهم مع الثورة. الجيش والشرطة تفككوا. لو انت مش تقدر. بس تكون منظم. تكون منظم. لكن ما يروحش خمستاشر واحد في مسكنهم عاد منهم. ويعلموا على المشانق ونخوفها. فشكرا ما قدرش اضعوا الحاجة دلوقتي. لكن والناس في الشارع. مين هقدر يجيبهم? مين هقدر يجيبهم? فانتشار مين هيروح? وبعد له خلاص الشرطة هتتاكل. الجيش هتاكل. لو ما وصلوش لمرحلة ان هم يتنزلوا عن هذا الاجرام. هذا كم من الاجرام. احنا بننقصكم يا بهايم. احنا يا بهايم بننقصكم. هذا الجاسوس. حد فيكم بتكلم عن النيل دلوقتي. حد بتكلم عن النيل. حد بتكلم على النيل. في وسط ما احنا الناس بتاكل خارة بنحرك بالعجلة. فده دور حضرتك الاولاني. احنا في الكلام. عاوزين ننتشر. عاوز الفيديوهات تنتشر يا جماعة. احنا ما عرفش. روح الوحف بيتك ودوله. اللي تعرف تعمله. بحيس ان كلمة ثورة ما اسمحاش خمسطرش الف واحد. مني ومتين الف واحد من آآ من تامر. وآآ سبعين تبعين الف واحد من الحكمدار وماسة يا جد. وبعدين الحاجة التالتة انك تخشوا عند الناس المحترمة. وتقولوا لهم انتو فين من الثورة. حتى الثورة كلمة الثورة دي يعني 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 عاوزين نتفع على اسم. ونعرضه عليكم. بحيس ان انت تعرف ان انت جزء فاعل. كل ما اندعى الثورة. هيفيد. حتى اللي انا معترض عليها دلوقتي. هيفيد. حتى في الواحد اللي انا شايفها مش مناسبة خالص دلوقتي جدا جدا. في وقت ملاق وقتها تبقى مفيدة جدا. بس تنزل يعني يا جديد. وفي في الاستاذ صديق كان داما يعني في كل حاجة يكتب اركابه الاوتوبيسات او الاوترات لحد اخيرها وارجعها واركابه مش عارفه وارجعها. حاليا مش ينفع. لان انت لو عملتها. انا مش طعف توقف الشارع. والشرطة في قمتها هيجي مسكين اول واحد حتى هو عمل او ما عملش. ما انت فاكر ان هو ايه? لازم يجيب العمل. لا هيجي قبض على تلاتين اربعين عربية ومنكل بيهم قدام الناس. ومش فرق معهم ما عملوا ما عملوش. لو طلع فيهم عربيتين تلاتة وسطة هيمشيهم. خلاص هنا الموضوع في اوله. في 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 مهدو. اه هتيجي. لكن الكلام ده لوست. صورة. البلد واقفة. انت واحد مش قادر ينزل يحمي مسلا. خلاص. اعمل ما هو تستطيعه. ما ينفعش احنا كنت بنعمل صورة مسلا. انا بقول لو اكتر من خمسة في المية الموضوع خلص. لكن انت مساني نازل مسلا تلاتين اربعين في المية وبعد كده بقيت الناس ينزلوا. شغلهم. لأ. يبقى سعيد تبقى للسيان المدينة. يعني عاوزوا لحركة احنا كلنا حاجة واحدة. بس نشغل موخة شوية يعني يعاوزوا للتوقيت. احنا محتاجين كل واحد. كل واحد. دورك الاولاني. زي بقول لحركة. تنشر. الفكرة الصورة فردي. بعدين اه 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 تكلم الناس على على اه تحدد انت اماكن لو انت ناشط او امكانيات خاصة. تحدد اماكن. وبعدين تكلم اه الناس على اليوتيوب. بتقول لهم انتو فين من الصورة. حتى انت بتكلم المحترمين. انتو فين من الصورة. انتو فين من الصورة. وبعدين اخر حاجة بقى لما نوصل لمرحلة معينة. تخش على صفحات الكلاب. ابناء النزوات الصيفية المزعين وتعطي بهم الصورة بحس الصورة اقراعها كل الناس. كل الناس. ده اول حاجة نقدر نتكلم فيها عن. اللهم صورة حقيقية. مش صورة مديان لنا الكتالوج بتاع اللي نمشي فيه. عشان هم عارفين هتوصل لفين في الاخر. نشوفكم على خير ان شاء الله.